التحقيقات تشير إلى عمل منظم بعد العثور على قنبلة أمام معبد شهود يهوى جنوب النمسا طول لقوا طرد أمام المعبد وشكوا فيه وطلع فيه فعلا أن فيه مواد متفجرة ويمكن كان فيه حدثة قبل كده وأجهزة التحقيقات بتقول أن فيه تقارب أو فيه اتصال بين المحاولتين ما قالوا لأنه اليوم الخبر هذا مبهم جدا ولا يوجد فيه أي تفاصيل إضافية أنهم ربطوا بطريقة تصنيع القنابل ووجدوها متشابهة نفس المواد المستخدمة بشكل أو بآخر في لينتسل مبرك صراحة في منطقة تم تفجير سيارة بعبوة ناسفة ولكن محدودة الانفجار بصراحة فأثرت على سيارتين والآن تم تفكيك هذه العبوة التي اكتشفوها الأسبوع الماضي عندما جاء شخص مجهول غير معروف ووضع صندوق قريبا من معبد لشهود ما يقال عنه شهود يهوى بالتالي استاذ ما مضوح معدنا كما تفضلت أن العنط فعليا هنا في النمسا ليس فقط من جهة اللاجئين وهذه المهاجرين أنا بقول لك عنط من شكل آخر بأعتقد في حدا نسي العملية الإرهابية التي حصلت في ميونيخ قبل أشهر وأيضا لشهود يهوى وذهب ضحيتها 11 شخص أعتقد صحيح صراحة لا تجمعني المعلومات بضعك في عملية إرهابية قام فيها شخص لا يريدهم لا يحبهم شخص محصوب من نفس البيئة من نفس الألماني طبعا يعني حتى ألماني من نفس المعادلة فبالتالي يا سيدي الكريم هذا دليل على أن العنف ليس مرتبط لا بدين ولا بقومية ولا بشعب ولا بلغة ولا بجغرافيا ولا بأي شيء هذا ثقافة الكراهية مع الأسف منتشرة بين الجميع عندما يكون هناك سلم أهلي سلم مجتمعي حوار حضارات حقيقي حوار أديان حقيقي ليس شكلي كما تقوده هنا بعض الشخصيات الموجودة في النمسا الذي هو فعليا ليس حوار أديان بل هو حوار طرشان لأنه محدود بمعايير وبنقاط معينة صراحة ليست أكثر من بيانات فارغة تقدم وتقدم للمشاهد والمستمع وما يخرج من هذه المؤتمرات الضخمة فبالتالي يا أستاذ ممدوح عندما يكون هناك سلم أهلي حوار مجتمعي تصالح بين أفراد المجتمع حتما هذه الأمور ستهدأ وستتراجع يضاف على ذلك يعني ليس الموضوع دائما في المجتمع العديد من القضايا الموجودة في الشرق الأوسط في العالم العربي في أوكرانيا يتم استيرادها إلى أوروبا يتم استيرادها إلى أمريكا يعني هذا المشاكل مدام يوجد مشاكل وحروب بالعالم العنف موجود بأي مكان بالعالم اليوم العالم العالم بلدة واحدة مدينة واحدة دولة واحدة اليوم العالم يا سيدين